أبو فيصل نفس السؤال ليش توقع الاتحاد تخلى عن المركز الأول في الحضور الجماهيري هالموسم؟ شوفوا الأغلاق يمكن ملعب الجوهرة كان بسبب المونديال في أكثر من مبارات يمكن هذا إلى حد ما سبب يعني أنت لو تجي مثلا تشوفوا على مبارات حضور جماهيري مثلا في الدوري كانت هي مبارات الهلال الفيحة في تقديم حفل نيمار كانت في أستاذ ميك فهد حضور 59 ألف تجد أيضا في أستاذ ميك فهد وقيمة الهلال والنصر كانت على أرض الهلال وأعتقد أن الحضور الجماهيري كان فوقي لـ 50 ألف هذه كلها ساهمت أن الهلال مثلا يكون الأول فسعة الملعب تفرق وهذا استفاد منها الاتحاد وستفاد منها الأهلي في السنة الماضية على ملعب الجوهرة البيئة الملعب أيضا حقيقة تفرق أيضا بيئة ملعب الجوهرة مختلفة مثلا يمكن حتى البيئة في أستاذ ميك فهد الدولي من أفضل الملعب يعني يساعد على حضور الجماهير ملعب النصر الأول للبارك الآن هناك ملعب جديد ينافس ملعب كينكدوم مارينا موقعة على ملعب جديد هذا يخلينا نقول أيضا أنه الهلال راح يستمر في المنافسة لكن بحكي لك بوضوع ثاني غير هي ساعة الملعب والبيئة جماهيرنا شوي الحال الوسط ما يمشي معها خاصة للأندية الجماهيرية يعني لما يكون الفريق منهار ممكن تلاقي الملعب مليان وهذا شفناه يمكن حدث مع الاتحاد وحدث مع الأهلي الاتحاد يمكن في مواسم اللي كان يصار على الهبوط موسمين مترين كان الاتحاد مليان للجماهير وهو الأول كرقب الجماهير مستشعر المسؤولية وأنه أنا ما بقى أحد ما بقى إلا أنا اللي ممكن أن أنقذ الفريق شفناها مع الأهلي في دوري حتى يلو أنه جماهير الأهلي يعني ضربت أروع الأمثلة في الوفاء وقادت الفريق حتى العودة سريعا إلى مكانه الطبيعي العام الماضي لما الاتحاد كان يعني في القمة والانتصارات والصدارة وتحقيق الدوري نشاهد الاتحاد هو الأعلى هذه مشكلة الجماهير اللي عندي الكبيرة الحل الوسط إذا كانت نتائج الفريق وسط في المركز الثالث الرابع ما يمشي معها ما يمشي معها يا منهار يا أنت الأول وقعد ماشي مثلا خلفك فقط فهذا يمكن أعتقد السبب اللي الآن شفناه مثلا في الاتحاد وقلت لك أعضف إلى ذلك اللي هو مساء ساعة الملعب رح يفرق الآن يعني ملعب الجهر رح يكون متاح يمكن تقريبا لنهاية الموسم رح يفرق مع الاتحاد والأهلي بتقريبا سبع مبرايات رح يستضيفونها أرض